اشتركوا في القناة التكهرب باللمس شرحته في الفيديوهات السابقة النموذج مبسط للذرة في فيديو لوحدها تفسير تكهرب الدلك في فيديو لوحدها سأضع لكم الروابط في صندوق الوصف الخاص بهذا الفيديو والآن سنشرح في تفسير تكهرب باللمس قبل أن أبدأ الشرح أبنائي أدعوكم جميعا للاشتراك في قناة أستاذ حمياني للفيزياء أكبر قناة فيزياء في اليوتيوب وفي الجزائر ولله الحمد إذن يشاركوا فيها وفعلوا زر الجرس وانتظروا المفاجآت بإذن الله نبدأ بالتكهرب باللمس إذن ماذا نعني أولا بالتكهرب باللمس التكهرب بالدلك قلنا أنه معناه أن نقوم بدلك جسم مثلا مصطرة بلاستيكية بواسطة قطعة قماش أو صوف أو حريض يعني يقول لك كلمة ندلك هذا هو التكهرب بالدلك والتكهرب باللمس أبنائي يقول لك كلمة نلمس نلمس جسم جسم آخر شرط أن يكون إذن جسم مكاهرب وجسم آخر متعادي كهربائيا ما معنى متعادي معنى يكون في الحالة العادية إذن عندما يلمس جسم مكاهرب جسم متعادي كهربائيا ماذا يحدث تنتقال الإلكترونات بينهما معنى مثله مثل تكهرب بالدلك أبنائي يحدث انتقال للإلكترونات إذن تكهرب بالدلك يحدث انتقال التكهرب بال holisticي أيضا يحدث انتقال إذن الحالة الأولى دوما لدينا حالة باستعمال قضيب بلاستيكي أو إيبونيت والحالة الثانية باستعمال قضيب ظجاجي لأن لديكم مدتين فقط في السنة الرابعة متوسط إذن نقوم بذلك قضيب بلاستيكي بواسطة قطعة قماش جافة أو قطعة حرير أو قطعة صوف لا يهم ثم نلمي سوق ها هي الكلمة لتتبين لنا بليرانف تكرب باللمس به كرية النواس الكهربائي المتعادلة كهربائيا المتعادلة معناها في حالة عادية عدد شحنة مجابة فيها يساوي عدد شحنة سالبة الآن النواس كهربائي ماذا أقصد به كلمة نواس كهربائي ماذا ترونها في بداية تبلكم حاجة معناها صعبة أو أمر صعيب لكنه عبارة عن جهاز بسيط جدا النواس كهربائي ما هو إلا إذن هذا هو النواس كهربائي ما هو إلا كرية خفيفة مصنوعة من البوليستيرين معناها بوليستير البوليستير هو المادة الموجودة في الأجهزة الكهرومنزلية يتكون جديدة ويتفتت إذن كرية خفيفة من البوليستيرين مغلفة بورق الألمنيوم يغلفها بطابقة رقيقة أو بورق الألمنيوم معلقة بخيط في حامل هذا هو النواس إذن كرية وخيط وحامل هذا هو النواس كهربائي بكل بساطة إذن تابعوا جيدا معي أبنائي قمنا بملامسة كرية الكرية الخاصة به لأن نحن ما يهمونه هو الكرية إذن هو الجسم المتعادل كهربائيا إذن لمسنا به أو استعملنا قاضي بلاستيكي مكهرب ما معنى هو كهرب؟ معنى تم دلكه سابقا بقطعة قماش نروح للبلاستيك إذن القضي بلاستيكي لما نقوم بدلكه بقطعة صوف أو قماش ماذا أو ماذا يكتسب؟ ما هي شحنة التي سيكتسبها؟ شحنة سالبة سيعقلوا عليها مباشرة من يشوفوا بلاستيك مكهرب أو مشعون أو مدلوك روحنا ودير سالب أقل عليها هذه بلاستيك سالب بلاستيك سالب إذن يحمل شحنة سالبة لأنه تم معنى دلكه أو لأنه مشعون الآن القاضي بلاستيكي المكهرب أو المشعون بشحنة سالبة يلامس الكورية المتعادلة كهربائيا الملاحظة أبناء التي سنلاحظها في هذه التجربة أن الكورية ستتنافر وتبتعد عنه إذن سيحدث تنافر إذن عندما يكون جسم عفوا يلامس جسم هكذا جسم هي لمس جسم إذن هل تستطيع أن تقول لإنجذاب تجاذب لا التجاذب عندما يكون هناك فراغ ما بين الجسم والجسم هنا تجب تقول لتجاذب ولكن هنا سيرامة الامسين إذن سيحدث بينهما تنافر تجربة لا تكونوا درتوها في القسم مع الأستاذ إذن نلاحظ تنافر قورية أو بكل بساطة نكتب تنافر تنافر قورية وتبتعد عن القاضي بلاستيكي الآن التفسير لماذا تنافرت ماذا حدث حسب رأيكم إذن التفسير هو أن نتكلم عن حركة إلكترونات معناها يكون مجهريا إذن عند الدلك القاضي بلاستيكي المكهرب سيقولنا يحمل شحنة سريبة الآن عندما ننامس القاضي بلاستيكي المكهرب للقرية الكرية رهي متعادلة الشحنة التحارة هي صيفر معناها رهي عدد شحنة مجابة فيها يسوي عدد شحنة سريبة القاضي بلاستيكي المكهرب راه مكتسب راه عندها فائذ من الإلكترونات مين جابهم؟ نقوله التكارب بالدلك جابهم من الصوف راه عندها فائذ من الإلكترونات راه عندها بزاف إذن عندما يلامس القرية معناه تنتقل الإلكترونات منه سأضعها بلون مغاير تنتقل الإلكترونات من القاضي بلاستيكي المكهرب نحو القرية إذن تنتقل الإلكترونات ليهمون عددها كم القرية الآن اكتسبت دات شوية على الإلكترونات إذن اكتسبت كيف تصبح شحنتها اكتسى سالبة والسالم مع السالب أبنائي تعرفوها معناه من الدرس على المغناطس درستوه سابقا كنا نقوله باللي عندما يكون قطب شمالي مع شمالي أو جنوبي مع جنوبي معناه من يكون قطبان متما ثلان أو متشابها يحدث بينهما تانا تانافر إذن هنا أيضا شحنة سالبة مع شحنة سالبة يحدث بينهما تانافر إذن هذا هو التبسير لأن الكورية أصبحت تحمل نفس شحنة القاضيب البلاستيكي وهي الشحنة السالبة الآن طريقة التبسير أبنائي تكونوا كالآتي إذن ماذا نقول عند لمس لأننا معناه نفسر التكارب باللمس القاضيب البلاستيكي المكاهرب ما معنى المكاهرب معنى المشعوم بشحنة سالبة لكورية النواس الكهربائي النواس كهربائي المتعادلة كهربائيا المتعادلة كهربائيا هذه مجرد مقدمة معنى نفهموش هذا الآن باللون الأحمر أهم كلمة تنتقل شو لما كتبش تنتقل وردها لها في التبسير الأستاذ هكا وضحتها له معنى ما غاديش أدي نقطات على التبسير تنتقل ماذا الشحنة التالبة واللي هي الإلكترونات دوما البروتونات لا تنتقل إذن تنتقل الإلكترونات كما قلت لكم تكره بالدلك تنتقل من ماذا إلى ماذا من القضيب البلاستيكي المكاهرب إلى الكورية إذن تنتقل الإلكترونات من القضيب أو القاضيب البلاستيكي المكاهرب إلى الكورية فتصبح شحنتها شاني قاس شحنتها الكورية ولا نكتبه فتصبح شحنة الكورية معليش إعادة شحنة الكورية كيف تصبح سالبة فتتنافر هنا تلميذ يزيد يطور التبسير ويكتب سالبة لأنها اكتسبت إلكترونات بسأسهل أنا عارفين سالبة بللي اكتسبت إذن فتتنافر علاها تتنافر بين قوسين لأنه يصبح لديهما نفس الشحنة السالبة لأنه يصبح لديهما نفس الشحنة السالبة يعني قاصد وضيب بلاستيكي مكهرب والخريي يولي عنهم نفس الشحنة السالبة فيحدث تنافر هذا التفسير الأبنائي يجب عليكم حفظه إذن أعيد عند لمس قاذب بلاستيكي مكهرب لكورية النواس المتعادلة الكهربائيا تنتقل الإلكترونات أهم كلمة أعيد من القاذب بلاستيكي المكهرب أو من القاذب بلاستيكي إلى الكورية فتصبح شحنة الكورية سالبة فتتنافر لأنه يسبح لديهما نفس الشحنة السليمة نفس الكلام أطبقه الآن عندما يكون لدينا قاذب زجاجي ستكون حالة عكسية فقط عكس الحالة الأولى ركزوا معي جيدا إذن باستعمال قاذب زجاجي مكهرب نقوم بدل قاذب زجاجي بواسطة قطعة قماش جافة عندما قمنا بدلكه إذن أصبح مكهرب أو مشحون وإحنا قلنا بالليز زجاج عندما نقوم بدلكه ويصبح مشحون ما هي شحنة التي يحملها شحنة موجبة نوله تقهرب الدكتعنة اللي شرحناها الحصة الماضية إذن القاذب زجاجي بعد الدلكه إذن تصبح له شحنة موجبة لأنه يفقد ماذا مفقد معناها رخاصة إلكترونات أو لا لا رخاصة إلكترونات إذن له نقص في الإلكترونات الآن لما يلامس الخرية المتعادلة الزجاج معناه يبغي عود يرد روحاك مكان متعادل معناه يدي من عند ماذا من عند الخرية إلكترونات تركيزه جيدا إذن ستنتقل الإلكترونات من الخرية المتعادلة الآن نحو القاذب الزجاجي الآن العكس البلاستيك مدام كان عندها بزاف ولي من إلكترونات بسعى الزجاجة عندها نقص من الإلكترونات يحوس يجيبه من الخرية إذن تنتقل الإلكترونات من الخرية نحو القاذب الزجاجي المكهرب الآن الخرية ماذا حدث لها فقدت لأنها قدمت بعض من إلكترونتها ماذا فقدت كيف تبع شحنتها موجب لأنها فقدت دوما موجب والموجب مع الموجب ماذا يحدث بينهما أبنائي يحدث بينهما تنافر إذن الملاحظة التي نلاحظها بالعلم مجرد الملاحظة نقول تنافر أو تنافر قرية عن القاضية بالزجاج المكهرب وتبتعد عنه الملاحظة تبقى نفسها ما تتغيرش تنافر تنافر الآن التفسير نعيد التفسير مثل ما قمنا به سابقا إذن عند ملامسة قضيب زجاج مكهرب لكورية النواس الكهربائي المتعادلة كهربائيا المتعادلة كهربائيا ماذا يحدث باللون الأحمر بشتبان تنتقل دوما تنتقل الإلكترونات من ماذا إلى ماذا الآن عكس الحالة الأولى تنتقل الآن من الكورية إلى القضيب الزجاجي إذن من الكورية إلى القضيب الزجاجي فتصبح شحنة الكورية كيف تصبح شحنة الكورية الآن أبنائي سأكتبها بلون مغاير إذن موجب فتتنافر فتتنافر قلنا نديره بين قوسين لأنه يصبح ديهما نفس الشحنة الموجب ماذا أعني بهذا معناها الكورية والقضيب الزجاجي كلهم يصبح يحمل شحنة الموجب والمجمع الموجب تنافر إذن هذا هو التكهرب باللمس أبناء التكهرب صاري له كما المرض جسمين يكون مريض أو إنسان من يكون مريض مثلا بلاقريب ويتوشي إنسان آخر مش مريض شيء لا له يعديه معناها تنتقل العدوى التكهرب من جسم المكهرب إلى جسم آخر غير مكهرب معناها من إنسان مريض للإنسان آخر مش مريض تكهرب صاري له كما المرض بنكونوا صورة ولكن متى يحدث انتقال الإلكترونات عندما يكون هناك تلامس تكهرب الدلق واللمس أما تكهرب التأثير الذي سنقوم بمعناه شرحه الفيديو القادم إن شاء الله لا يحدث فيه انتقال بل يحدث فيه أمر آخر سنشرحه في فيديو جديد أبنائي إلى هنا نكون قد أنهينا شرح هذا الدرس شرحا مبسطا كما تلاحظون يجب عليكم أبنائي الآن حفظ الملاحظة والتفسير عندما يكون لدينا تكهرب النمس في الحالتين الحالة الأولى والحالة الثانية وتلميذ لي ينجم يفهم فقط معناه بوسطة الرسوم قبل أن يبدأ بالتفسير ما عليه إلا إعادة الرسم ووضع الشحونات ويفسر كيف ما يعرف معناه التفسير هو عبارة عن تعبير فقط بشرط أن تكتب الكلمات المهمة في التفسير في الآخر أبنائي لا تنسوا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا